ينضم لنا من نيويورك المحلل السياسي الدكتور ماك شرقاوي دكتور ماك أهلا بحضرتك معنا في مصر جديدة وأريد في البداية أن أتحدث عن الشباب الأمريكي وخصوصا الشباب في الجامعات وهل وصل المشهد لحد الأزمة المباشرة بين الشباب الأمريكي وبين السياسة الأمريكية وبين المواقف الأمريكية تجاه ما يحدث في غزة أهلا بك يا عينجي أهلا بجمهورك الكريم أنا أعتقد أن ما يحدث النهاردة في كولومبيا هو تعبير عن الشارع الأمريكي 25% في آخر التطلاع من الشعب الأمريكي يريد وقفر إطلاق النار في غزة ويرتب الإبادة الجامعية وقتل المدنيين بهذه البشاعة وهذه الإجراءات اللا إنسانية ما في شك أن بدأ الأمور تتخذ منحة أعنف بعض الشيء من الطلبة وقفت الدروس في الجامعة منع محاضر يهودي صغيوني من القاء بحضراته ومع أن جامعة كولومبيا هي جامعة لدي شركة غير هدفة للربح وتعتمد على التبرعات وأغلب التبرعات تأتيها من الجامعيات إنه بيحصل بالضفط في جامعة كولومبيا مش معنى جامعة كولومبيا فيها الزخم ده هو يعني الطلبة في جامعة كولومبيا يعني عندهم مساح أكبر من الحرية في التظاهر والأسيمبلي في الجامعة والجامعة دائما ستتشدق بأنها يعني التجمع يعني الجامعة ستتشدق دائما بأنها تعطي الحرية إلى الطلبة وأنها يعني منبر للحرية بس رئيسة الجامعة منعتهم رئيسة الجامعة وفقا لجلسة الكونجرس الأخيرة التي قال فيها سينتور أمريكي جاء مقطع من الكتاب المقدس والطورة بأن من يعادي اليهود الله سبحانه وتعالى يعادي فكان غريبا جدا أن يأتي بهذه الأقوال في جلسة اجتماع للكونجرس الأمريكي فوقالت يعني وفقته مينوش وهي رئيسة جامعة كولومبيا اللي بيطالبوها أن أقضى بالاستقال أنها لم تستطيع السيطرة على الأمور في الجامعة ولكن الجامعة هي بتنحن الشرع الأمريكي الشرع أمريكي فعلا يضج بما يفعله الرئيس بايدن اللي تغير في وعي الشرع الأمريكي وفي وعي شباب الجامعات في أمريكا الشباب الأمريكاني إيه اللي حصل؟ إيه العلامة الفارقة اللي خلتهم يبدأوا يبحثوا في جزور القضايا الفلسطينية ويعرفوا أنه عملية طفان الأقصى ما كانتش هي نقطة البداية يعني دايما التعاية السهينية تقوم على أن هم المظلومين وهم الذين يتعرضون للعنف والإرهاب الفلسطيني وأنهم يرويدون فلسطين من النهر البحر أي طرد الإسرائيليين من إسرائيل ده اللي كان مترسخ في ذهن الأمريكان وبيساعد الكلام ده الميديا اللي بتقوم بدور كبير جدا في أمريكا لترسيخ هذه الأمور ما حصل ما حصل ونقلت المحطات وطبعا كل الشكر للمحطات العربية اكترا نيوز والقاهرة الإخبارية وأيضا الجزيرة وأيضا العربية نشر الكثير من ما يحدث على الأرض حقيقة على الأرض بدأ الناس تشوف لا الموضوع ما هواش زم هما كانوا بتكرين الفلسطينيين بيتم التنكيل بهم يتم قتل أكتر من 34 ألف نصفهم من النساء والأطبال على الأقل وجرح أكتر من 77 ألف من المدنيين تدمير كامل وشامل لتقريبا من 60 إلى 70% من قطاع غزة بلا مبرر تجريف لكل البنية التحتية في غزة حتى تتم التوصل لوقف إطلاق النار وعودة الناس إلى مدى يعودوا عندي يعودوا إلى أطلال إلى خراب ما فيش أي بنية تحتية ما فيش شبكة مياه ولا شبكة مجالي ولا شبكة كهربا ولا صارت صحي ولا يعني رعاية طبية تجمر كل شيء بأسلوب منهجي ده اللي خلى الناس كمان تجويع الفلسطينيين ده نقد الشعب الأمريكي أن ما يحدث لا ده فيه أمور كثيرة بشاعة الصورة على الأرض اخترقت الدعاية والبروباجندا الصهيونية بدأوا في البحث وبدأوا عندما يقترع الأمريكي أن هناك شيئا كان يجذب عليه به ويتم التلاعب بأقولهم بدأوا يبحثوا وبحثوا عن جزور الأزمة وبحثوا عن جزور هذا النفط الشيطاني الذي ظهر في منطقة شيخ الأوسط في إسرائيل فأصبحت الأمور واضح وأصبح الجميع من المؤثرين الأمريكان وكثير منهم لم يأبه بالعقوبات ولم يأبه بما تم التنكيل به في السوشيال ميديا وفقدان أموال كانت طائلة تأتي إليه قال لك لا إنسانياتي قبل المال أيضا بدأوا يشوفوا النحية الأخرى استهاينا عاملين موقع في أمريكا اسمه كناري ميشن كناري ميشن بيرصد فيه كل من يقوم بالمشاركة في المظاهرات بيحطوا شرطه وبرفايل بتاعه وفيديوهات له هو موجود هذه القائمة السوداء الذي فعلوها في أمريكا ما فيه شركة من الشركات التي يملكها الصاهينة واللوبيا اليهودي حتوظفوا أو تشغلوا وإذا كان موجود بيتم فصله وبيتم التنكيل به في من موجود في هذه القائمة ده في حد ذاته اعتداء كبير على الديمقراطية في أمريكا واعتداء على الدستور الأمريكي والتمديد الأول منه الذي ينص على حرية الرأي وحرية التعبير يعني فيه فيشار فيف أتمبلي ده من مبادئ الدستور الأمريكي فاعتقد أنه بدأ كمان يشوفوا أنه اللي حينزي المظاهرة حيتم التنكيل به يعني هذا الموقع فيه عرب وفيه أمريكان وفيه من جنسيات كثيرة ومع ذلك المظاهرات مستمر ده بدأ تزيد من حدة المظاهرات بدأ للأثر العكسي اللي هم بيعملوه يأتي بأثر عكسي إلى إصرار الطلبة وإصرار المواطنين المواطنين فيه مواطنين أمريكان ومواطنين يهود نزلوا وعملوا مظاهرات وقالوا لا تقتلوا الفلسطينين بإثنانة ثم بدأ مش كده وبس في جمعيات يهودية نزلت وعطلت الطريق في مدينة لوس أنجلوس في كاليفورنيا وعطلوا الطريق في بوستن وعطلوا الطريق في نيويورك بل نزلوا محطة جران سنترل محطة جران سنترل دي اللي فيها محطة القطار اللي بتطلع من نيويورك لتقريبا كل ولايات أمريكا عطلوها لمدة 90 دقيقة دي سببت خسائر 20 مليون دولار 20 مليون دولار 29 دولار أشكرك دكتور ميك شرقاوي المحلل السياسي كنت معنا من نيويورك